مرحبا بحليش وبالجميع حلبش مرحبا وصلنا 3000 يورو الحمد لله وأشكر كل الناس شكرا والله من القلب May Allah reward you all اليوم أنا أمي رايحيني لأمسدام عشان أشتري الأشياء اللي يحتاجونها بالمخيم يلا تعالوا معي وصلنا أمسدام مع ماما اللي ما تشتي تطلع بالفلوك اشترينا أغراض كثيرة تخيلوا كيف هابي نسيت الكلمة هابي بالعربي بس الحمد لله أول شبين طلبت أورجنزر حيق سويتكيس لأن أنا دايما أرمي كل الأشياء في السويتكيس فقلت لازم فيه تنظيم فيه تنظيم في الشمطة مستريت كمان باوتش مستريتكيس من بوب.com الحمد لله روحت البيت أشتريت باوتش أشتري الكثير من الأغراض هنا في هولندا والباقي في جبوتي فالآن سوف أريكم أشتريت اليوم أشتريت أندوير حق الأولاد وحق البنات حق الأشياء حق الأشياء وإن شاء الله بكرة وبعد بكرة رح أريكم أشتريت وإن شاء الله أشتريكم اليوم آخر يوم قبل أن أسافر جبوتي فالآن سوف أشتري الآخر كيف أقولها بالعربي والله من كتر ما نزلت فيديوهات والله نسيت العربي المهم لذلك يجب أن أذهب إلى السوق تعالوا معي والله شكلني خالة أو أم أنا الآن في المحل حق الألعاب وقاعد أشتري الألعاب وكما جارتي قالت لي أنا عندي ملابس حق البيبي وحق الأطفال وكل شيء جديد فيحليلها شكرا شكرا جارتي إذا تشوفين الفلوغ ساعشيت رحت تحت أمي كانت ناديني فجأة أشوف كل صاحباتي موجودين في الصور مي بيستيز او الكريم فتوبك شكرا جميع سوفوا كما الساعة وقاعد أحط كل الأغراض في الشنطة وما رح ننام صح مما جميع صحة جميع اليوم نسافع إلى جبوتي والآن نرح إلى المطار وأشوفكم في سخيبول انظروا صاحباتي ايش اعطوني كيوت 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 وصلنا المطار فعلي ننطر ابويا و ابي لانه عندهم عشانط انا بس عندي واحد اخيرا وصلنا جبوتي مرحبا في جبوتي الحمدلله وصلت جبوتي وانه طول اليوم المهم باخد الشنطة حقتي من المطار لانه ما خلوني ااخد شنطتي المهم لازم اخلص الشوپنج لازم اشتري كثير اشياء البوكسس عشان احطي كل الاغراض داخل البوكسس فباخذكم معا الكولا حق جبوتي احلى من الكولا حق هولندا موسيقى 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 احنا الان وصلنا البوادي مول حق جبوتي احنا الان في المول احنا الان في المول احنا استحقي اصور وشتريت السندلز حق الاطفال وباقي حق الشباب انا بشتريت حق الونات بس باقي حق الشباب وشترينا ألعاب شوفوه الان رح نحط كل الحلويات داخل الشنطة موسيقى 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 سوق اسمه معناها بالعربي سوق الدباب اعتقد الان وقت الباكينج بحط كل شي داخل البوكسس شوفوه موسيقى 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 شوفو غرفتي بس بوكسس على بوكسس وبيت خالي سار بوكسس على بوكسس على بوكسس بكوز اف مي حالتنا الان بس نحط كل شي داخل البوكسس ولنه fout الألعاب خلصنا حالتنا الحمدله ملابس حق الأولاد ملابس حق البنات حجابات وأكسساوارات حق الشعر شوفوه شوز حق الأولاد شنطة مع ألعاب انظر حق الأولاد وانظر حق البنات اشوفوا قد ايش كبير البوكس وهملينا البوكس كامل الحمدلله وشكرا لكم لان بدونكم ما قدرت اصويها الكعد فاندين الحمدلله حطينا كل الحلويات داخل الربعج ازي كذا هذا حق البنات وهذا الحق الأولاد كتبت كل شي على البوكس وما قاعد تشوف تقول ليش تصور وراح نسكر كل البوكس الان ولا خلصنا كل من أصحابي وكل من متابعيني ارسلوا لمساجات والان قال سأكتب كل شي واربطهم زي كذا اليوم الله ما كتب اننا نروح للمخيم تخيلوا اولا قلنا السفينة تروح اليوم في سفينة اللي تروح لأبو فجأة ما في سفينة قالوا 26 سبتمبر في سفينة اللي تروح للمخيم لكن الأسبوع الذي طاف قالوا يوم الجمعة في سفينة بعدين قالوا لا يوم الأحد بعدين قالوا لا يوم الاثنين والان بعد 26 سبتمبر فقلنا ما رح نروح مع السفينة رح بالسيارة والله جد يعني يا ناس أنا مزدومة كثير لأن كل الهايويز إلى أبوخ ذكروا الهايويز سو ما نقدر نروح بالسيارة قلنا اوكي إذا ما نقدر نروح بالسيارة نروح بالطيارة ما في تذكرات اللي أبوخ لين ما نرد هولندا سو ما نروح بالسيارة فأيش رح نسوي؟ قالوا إن شاء الله الهايويز رح يفتحوا الهايويز يوم الجمعة بس والله العظيم دائما يقولون أسفينة تروح يوم الساب لا يوم الأحد اللي بعده فأنا خايفة أني ما أقدر أروح المخيم وأنا أودي الأغراض للأطفال في ناس اللي قالوا لي ياسمين أن أصلا ما أعطي فلوس للناس لكن أنا واضق فيك لأن هناك ناس يعرفوني من الثانوية من زمان ما كلمتهم لكن لما سمعوا أني رايحة مخيم عشان أساعد أطفال وأجيب لهم أشياء وكذا قالوا ياسمين نحن نعرفش من الثانوية واضق فيك أنا ما أقدر أسافر في هولندا ليلما أنا بنفسي رحت المخيم ووديت لهم الأغراض وأكلمت مع الناس وأسمع قصصهم وأشتي أعرف يعني إيش يحتاجون عشان أكلم ثاني عشان يقدرون يساعدونهم بالمستقبل يعني مو بس أقضي أغراض وأمشي لا أنا من جد يعني قلت أشتي أكلمهم أشتي أشوف إيش يحتاجون فهمتوا؟ إن شاء الله خير و.. الله is the best of planners وخير إن شاء الله فأكلمكم إن شاء الله بكرة ما أدري إذا فهمتوا شي مني بس أنا بس فتحت الكاميرا ويعني كنت أشتي أكلمكم والله إني حزنانا